قناة فالوب هي قناة إذن لها شكل تشريحي لها وظيفة فيسيولوجية بالضبط في أمراض ممكن تأثر على الأكيد على الشكل والوظيفة فلعايزة تكلام على الشكل والوظيفة والأمراض أولاً قناة فالوب دي هي طيباً بالنسبة للشكل التشريحي بتاعها طولها حوالي 10 سنتي بمتوسط من 10-13 سنتي وبتطلع إمبريولوجي بقى أو التخليق بتاعها من الموليران داكت من الجزء الأعلى أو الجزء الأعلى من الموليران داكت وهي طولها 10 سنتي وهي المكان بتاع أو المكان بتاع تخصيب الجنين فيه في خلالها أربع مراحل يعني يعني بمور بأربع مراحل قناة فالوب تنقسم لأربع أجزاء الجزء اللي طالع مراحل مع طول أو الجزء اللي داخل جوة عضلة الرحم ثم الجزء الأوسط اللي هو الأنبول اللي برد ثم الجزء الأخير اللي هو فيه أهداب قناة فالوب دا بالنسبة للصفة التشريحية هي متبطنة جوة بقناة أو أهداب أو سيليا السيليا دي بتفهز نواد معينة بتعمل نارشمنت أو بتعمل تغذية للجنين أو للجنين هو قصد جوة قناة فالوب دا بالنسبة للصفة الفيسيولوجية بتاعتها ثانيا هي ترانسبورت أو قناة اللي بتنقل الجنين من داخل تجويف بتاعها إلى داخل تجويف الرحم عن طريق حركة معينة بتأدي في آخر بعد خمس أيام هو دا في الصورة هنا يتم إخصاب الجنين أرادين من محاطة التقصيب في هذا المكان ثم ينتقل إلى الرحم بعد ذلك بحركة دودية معينة بعد خمس أيام إلى داخل تجويف الرحم دي هي الصفة التشريحية والصفة الفيسيولوجية الأمراض التي تصيب قناة فالوب في حاجات بقى التهبات مزمنة زي التهبات البكتيرية اللي هي الجنو كوكاي اللي هي بتعمل أو بتعمل خراج ما بين المبيض وقناة فالوب وده بيؤدي إلى التساقات شديدة وإنسداد في قناة فالوب وانتفاق لقناة فالوب شوف دي قناة فالوب جميلة أول ومن داخل هنا دي السلية بقى ويحط منها وداخل فيها داخل عشان تخصب البوايد